واش شريف؟ واش كتدير واش كتخربك؟ معي ده واش شريف؟ ده مع أخيالك كيش بحواجه؟ يوفين غادي بسلامة غادي المغرب إن شاء الله هو راس الدول مطارين لما في راسك شاش شريف كيفاش؟ نايمي كيش وما حدها كتقاقي وهي كتزيت في البيت يا ناصر بوريطا هذا القرار غريب ما حدها كتقاقي هي كتزيت في البيت ناصر بوريطا هذا القرار غريب أحبائي متتبعي قناة مغربي في إسطنبول مرحبا بكم فيديو جديد على قناتكم مغربي في إسطنبول واللي غنهضرو فيه على خبر إغلاق الرحلات القادمة إلى المغرب على جميع بلدان العالم والحياتيات ذي هذا القرار والأسباب والنتائج اللي غير ينجم على هذا القرار بقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير لتفسير ما جاء في قرار وزارة الخارجية قبل ما نبدأوا هذا الفيديو بريتكم تصفقوا معايا هانئا الحكومة المغربية عندنا منتخب حكومي متجانس ما شاء الله والكل ينافس على هالدف البطولة عالي فاق في الصباح كيبغي يقولي هو نجم البرلمان وزار الصحي خرج بقرار رئيس الحكومة يخرج بقرار وزار التعليمي يخرج بقرار ووزار خارجية يخرج بقرار يفق واحد الصباح مع ربعات الصباح يقولوا مشكون هذا اللي قال لكم ديروا هذا القرار ديروا هذا القرار والشاب كيش تحو به ويلعبوا به كيف مما بغوا بفعل كان هذا هو يعني أقل تعبير قدر نقوله على المهزلة اللي وقعت بالقرار قرارين مشي قرار واحد يعني قرار من المورة قرار فهذا الناس هادو شغاد ينقول لك عندهم القرارات ذاك شي بحل بحل اسميته يعني خفيف درايف بحل لشه الضماني طاو كيلعب دونك اه قرار جديد اللي خرجوه هو اغلاق المغرب عيس التقابي ديالو كامنين في مكان شي تقبال شي دولا غيسدها تاوا حد ما يدخل عندي لمدة اسبوعين خليوني باغين بقاطرون كيل المغرب قال لهم باغين بقاطرون كيل بينه وبين راسي يالله انفري هاد المظاهرات اللي عندي ديال جواز التقيح والتعليم والتنسيقية ديال قدماء المحاربين هادو دير الاضرابات باغين الزيادة ديال المتقاعدين المساكن والارامين هادو التلاميدي ديال التعليم وذك الشي والروينة والاساتيدة تحديد السن وذك الشي القارع اللي خرج به وزير اسميتو هادو صحاب مع وزير الصحة عندهم مشكل ديال جواز تلقيح وإزامية الصفر بجواز تلقيح وبالزاف ديال المسائل ومدخلتها شي برسم غير جواز تلقيح اذا ما شاء الله الحكومة يعني كين رواج هاد اليامات في القارارات فالقارارات خدام يعني كين سربوا القارارات اكتر ما كين سربوا الصندويشات في ذوك الكرارز ديال ولا تزيان تم بفا في ذا المحطة ديال كازا يعني كتر ما كين سربوا ذوك سحاب الصندويشات ديال الصوصة ادوك يسربوا القارارات قارار ولا قارار عندهم الرافار قارارات ما كينش دونك القارار قل لك ما كفهم فيه زادوهم في له فالقارار اللي كنا منوضين عليه هايلالا هاد اليامات هادي اللي خرجيهم من جمعة كان قارار اول قل لك السيدي ممنوع دخول المغرب او الخروج من المغرب بدون جواز تلقيح يعني ضب الراسك حاصل في شدولة ما ديرش تلقيح دير فيها تلقيح ودخل عندنا فالناس ما زال ما هضموش هاد القارار ما زال الناس كيكي مبغاش يتم دغليهم هاد القارار فاذا به يأتي قارار اخر مفاجئ هاد اليوم وهو اعلان المغرب بشكل رسمي اغلاق حدوده لمدة اسبوعين وقابل التمديد الساعة قابل الجديد على قدر يجي واحد يقول له ما ديجوا السيمانات ما كافي انجدوا سبع وثمانين سيمانة لانا اقل لك السيدي المغرب خايف من المتحول الجديد ديال فيروس كورونا لانا الفيروس كورونا كل مرة يتحور توا ما كان غا حور 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 وعطي للعور هذا الشي اللي كان يعني اه اقل لك السيدي المشكل ديال ديال فيروس المتحور وكدا وخرجت واحد السلالة جديدة والاخير وهات السلالة سادهم مبغوش يتسال وينعل جد بو سلالت والديهم دونك اه المشكل دابال اللي غاديكون واللي غادي ترتب على هاد الشي دابال اسباب ديال هاد الاغلاق هذا كيما قلنا اسباب هي قال لك السيدي المغرب خايف ان هاد الوباء انتشر عنده في المملكة المغربية وبالتالي قرر ان يسد جميع النوافذ والشبابيك المؤدية الى المغرب يعني اتا واحد ما يدخل دابا لا ملقح لا ما ملقحش لا جاوز تلقيح لا عندك شين قلا عندك ما نعف شنو ما غادي جي تدخل للمغرب واللي بغا يخرج يخرج ما كيش مشكل الناس كتجي بورلانستون الناس كتجي الملقاحين فقط غير الملقاحين يضب الراسو مثل الملقاحين من المغرب راح كي يجيو حاليا حاليا مازا ما سدوش على الناس باش يجيو ولكن اللي بغا يدخل للمغرب غادي يصبر قال لك جوز سيمانات حتى نشوف هذا الوضع الوبائي فين غادي يوصل ولا شقات لنا نحلو عليكم تدخلو رغا نحلو عليكم ما شقات لناش ما غا نحلوش عليكم دابا احنا ملهيين معا الناس كي يديروا المظاهرات في المدون كاملين ديال المغرب خلينا تنفروا المشاكل ديالنا مع التعليم والطالبات وكذا 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 وكل واحد يتكمش يدخل صقراصه ونقدروا نشوفوا واش نقدروا نفتحوا ولا ما نقدرواش على حساب الحالة الوبائية والإحصائيات اللي كتمددها وزارة الصحة الحكومة واللي على الضوءها كيت تاخدوا هذه القرارات اللي كيقولوهما يعني هذا التفسير للأسباب النتائج النتائج يا سيدي وزير خارجية ناصر بوريطا ديال هاتشي هذا غتكون نتائج وخيمة 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 جدا خصوصا بالنسبة للجالية المقيمة بتوركيا اللي غتكون اكتر تضرران لانا قوانين هنا في توركيا فهي صارمة ما كيعرفوا ليس الدولة فتحوا الوالو الناس اللي غادي يتسال لهم الاقامة فهد الاسبوعين سوف يعتبرون مخالفين الناس اللي يعني ما غاديش يقدروا يصافروا المغرب الناس اللي غادي يقولوا مخالفين وغادي يقولوا من بعد فترة المخالفة اخصوهم يخلصوا مخالفوهم بشي ويقلصوا ومنعوا كده الى اخيرين هدا من جهة غايت ترتب عليه ازمة اه مادية واقتصادية للجالية المقيمة بتوركيا كي الناس اللي جايبين فلوس محدودة باش يديروا التوريست ولا باش يدير شي حاجة ولا باش يتقدر ولا باش يدور ولا هادا دونك دار بحسابه يدوز واحد سمانة في توركيا ولا يدوز شهر ولا كده كان غايمش هاد اليامات دونك غادي تطر زيد جوز سمانة دخولين وشوف تشوف واش تحلو ولا ما تحلوش دونك اذا قرار اخواني للأسف قرار رسمي و انا ضد هذه القرارات هذي لانا كنشوف من خلال تجربة ديه للمتواضعة في البلاد هذي ومن خلال المعاشرة ديه للإخوة ديه للمغاربة هنا في الاجانب هنا في المقيمين في توركيا فبحكم انني كاتب عام جمعية اليد في اليد هنا في توركيا فوقفت على المشاكل اللي كتعاني منها الجالية المغربية بعد كل اغلاق اه وترجع بين الذاكرة الوراء را كان كان اغلاق شي جوجلت العزادي للمرات دونك وتضرو فيه الناس بزب زب 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 اه الاغلاق الاول كانت مساعدة من وزارة الخارجية وهذا شي ما نقدروش نقروه انه تم ترحيل واحد العادات وهذا الى خيره ومن بالمجان وتوفير فانا ديق وكتب هذا وفي الموجهة التانية ما اقولوش عليهم وها هي اذا بس سدة ثالثة هي هادي وقالك الثالثة تابتا يا ربي نجينا من هاد الوباء يا ربي ونتمنوا اه السلطات المغربية اه دير اعادة لنا دارف هاد القرار هادا لانا هم ما عايشينش في توركيا وما عارفينش حجم الضرر اللي غدي يترتب عليه هاد القرار ير اغلاق الخط بين توركيا والمغرب اه دونك اه انتمنوا ان هاد الفيديو وصل لمسؤولين والرسالة دي توصلوا ببارتاجي والاخوان وبارتاجيو بارتاجيو مزيان هاد الفيديو بلي لايك والتعليقات باش يطلع مزيان هاد الفيديو ويتقتارح حاولوا تبارتاجيو هاد الفيديو لعل لا وعسى لعل لا وعسى لعل لا وعسى يكونوا اه قوة اقناعية او تأثيرية على القرار وخما نظنش لعن هاد الناس هادو اه اللي فقط صباح بكري كما قلت لكم بلا ما يغسل وجهه بلا والو الى سبق اللي بيرو كيتاخذ القرار اللي يبغى هذا هو المغرب باختصار للأسف الشديد يعني قرارات اللي ما فكروش في العائلات وفي الاسر وفي الجالية المقيمة في تركيا وما فكروش في الظروف ما فكروش في المشاكين الادارية والقانونية والمادية والاقتصادية والاجتماعية اللي غد ترتب عليها هاد الاغلاق لمدة اسبوعين وخوف في الختام اه ما عندي ما نقول الا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والله يحفظنا ويحفظكم الاخوان من هاد الوباء هذا ونتمنى اه الظروف اه ترجع الامور الحياة الطبيعية وخقاع المؤشيرات كتقول بانه كما قلناها وقلناها مئة الف مرة وما زي كنقولوها باننا غدين في نفق مظلم للأسف ما كنحاولوش نعطي واحد الفكرة الشأومية على المستقبل ولكن من خلال اه المعطايات اللي شفنا في هاد اخر سنتين هادو وتطور ديال هاد الفيروس وكل مرة كتزيد تعقد الوضعية المعيشية ديالانسان والان اه اه ما عرفتش يعني اونتر بارانتيز نظريات المؤامرة ما نقدرش نهضر على هاد المسائل هادو لانه خصد رأسة عميقة ولكن الواضح 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 الواض لكل ان هناك شيء ما يطبخ في خفاء اه شيء ما شيء ما شحاجه كي يعصدوها البشرية في المستقبل غتكون صادمة للأسف كانت منها التوقع التي تكون خاطئة ومخطئة ومجانبة تماما للصواب وكانت من taka رجع للحياة العادية لانه طوحشنانا اه اه نعيش الحياة كما خلقها الله سبحانه وتعالى بطبيعتها بعيدا على الاوبئة وبعيدا على الحروب والاسلحة وبعيدا على الضمار وبعيدا عن التشتت وبعيدا عن كل المشاكل. ان شاء الله ترجع لحياة الامورها الطبيعية. ولا يلتقي بالاخوة والاحباء والناس المقيمين في الخارج يتلقوا مع اخوانهم واحبابهم وعائلتهم في المغرب. كي الناس اللي ما شافهم مش مدة طويلة بسبب هاد الجائحة وبسبب طروف ديالها واحتى الصفر في خضم هاد الجائحة هدي فهو صفر اللي كيكون مليء بالمشاق وبالمتاعب وبزاف ديال المسائل وبزاف ديال الاجراءات الروتينية ديال الماسك دير اللقاح دير كده دير التس دير الجواز الصفار دير التعقيم دير كده ما تسلمش على هادا كحب هنا جبده هنا رنب كده سنتان فين جواز يعني واحد مشاكل اللي ولت كيترجع باثار نفسي على الانسان ورسالة لكل البشرية والكل لقع الناس اللي كيتسنطوليا نحاولوا الاخوان الفترة القادمة نكونوا اكتر تمسوكا اكتر ضبطا الاعصاب وما نخافوش من هاتش اللي غادي يجي من القدام مهما كان لان الله سبحانه وتعالى قادر قادر الله سبحانه وتعالى بقدرته عز وجل ان يزيل عنا هذا البلاء وان يعصف بالمتآمرين ويقصف بهم ان شاء الله تبارك الله لكم كان هذا اولا فيديو الى عجبكم في فيديو ما تنسوا جديروا لايك 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 وبارتجي والاخوان احنا كان قدموا واحد من جهود خرافي باش ان هاد الفيديو هذا يوصلكم باش ان الاخبار عاجلة توصلكم وبمصادر موتوقة يعني اه جميع الفيديوهات اللي ادرت دائما كان بحث وكان تعب باش انا نجيب المعلومة الحقيقية ماشي الاشاعة نجيب معلومة الحقيقة الحقيقية ونقدم اه طبق اه اه اخباري اه متميز لليفان ديالي اه فيه الكثير من المصداقية وفيه الكثير من الشفافية والعفوية اه ولا يسعني في الختام الا ان اقول وحبكم في الله ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله ما تنسوش الاخوان بارتجي ولك تشوفني اول مرة حلفتك بالله تأظن معايا وما غير يكون رخيا ان شاء الله